قررت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة أسانية والخمسين غلق باب حجز حفلات التوقيع لدور النشر غدا الأربعاء في السابعة مساء وأكد رئيس هيئة الكتاب هيثم الحاج أن إدارة المعرض قررت إتاحة حفلات التوقيع لكل دور النشر طوال أيام الأسبوع معدى أيام الخميس والجمعة والسبت ولن يسمح فيها لكل دار نشر سوى بأربع ساعات كحد أقصى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تتواصل فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض الكتاب في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا دورة اختنائية على صعيد التنظيم والتسهيلات المقدمة للزوار وكذلك على صعيد المشاركة الدولية رغم ظروف الجائحة كورونا حيث يشارك في المعرض أكثر من 1200 نشر عربي وأجنبي من 25 دولة في أول سنة لوكالة تشترك في المعرض الكتاب نحن عرضين بعض مشاريع الوكالة من أهداف الوكالة أن ننشر ثقافة علوم وتكنولوجيا الفضاء ففعلا عرضين منتجات الوكالة نفزتها منها مسلسل رسوم متخركة حلم الفضاء الإجراءات تحت رعزية جميلة بصراحة من عرب وابا برا وهم يعني عقامنا قدينا وحطينا المسكات وبعدين برضو فيه كمان حاجات أمنية كتيرة فيما يواصل المعرض فعالياته أشاد العريضون والزائرون بما تشهده فعاليات هذه الدورة على صعيد الإجراءات التنظيمية والإحترازية فضلا عن توفر الكتب والمعرضات بأسعار مناسبة كما تم إطلاق منصة إلكترونية بتقنية الأبعاد الثلاثية الناس اللي جاية المعرض عارفة أنه هون أكبر تجمع تقريبا بالنسبة للشرق الأوسط بالنسبة للكتب لدور النشر بصراحة التنظيم جيد جدا الإجراءات اللي احترازها بصراحة فيها شغل عالي لأنه أشوف أكتر من حد لو حد مش منتزم ينبهوه اللي ببرا بصراحة ما كانش فيه تدفع المعرض يقدم لزائرين أيضا تسهيلات والتيسيرات منذ فتح المعرض أبوابه حيث تم تخصيص أوتوبيسات لنقل المواطنين إلى مقر المعرض تسيرا لهم كما تم تخصيص عربات مجانية لنقل العائلات وكبار السن بين أجنحة المعرض